اشتركوا في القناة 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 ما الذي حصل لبوب في الطريق فقد حقيبته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اقرأ الجزء الثاني next part and find the answers وجد الأجوبة للأسئلة اللي راح يسأنيها هذه الأسئلة ما الذي كان يجب على باسم و بوب ان يفعلها في اليوم الأول الرقم القطع الثاني السؤال الثاني how do you make scrambled eggs كيف تصنع البيض المخفوق scrambled eggs طبعا رقم ثلاثة what happens to the eggs ما الذي حصل للأيجز خلونا نقرأ هذه القصة الممتعة ونستمتع مع الشباب بوب باسم hello we said قلنا hello تحية حيوهم there were four other boys in our tent لقد كان هناك أربع فتة آخرون في خيمتنا in our tent Paul from France Paul من فرنسا Chuck from America ومن أمريكا Chuck Hans from Germany و Hans من ألمانيا and Aziz Aziz from Algeria وكان Aziz من الجزائر Algeria I told them about my suitcase أخبرتهم عن حقيبتي they were all very kind كلهم كانوا لطفا very kind جدا لطفا أصلا gave me and gave me everything that I needed واعطوني كل شيء أردت I needed on our first morning in the camp في يومنا الأول في المحسكر we wake up early we wake up early استيقظنا مبكرا I put on french trousers ارتديتوا طبعا كل واحد انطاف في الجزء من الملابس I put on french trousers ارتديتوا بنطالا فرنسيا and an iraqi shirt وتيشرت iraqi and an algerian sweater وبلوز يعني من الجزائر the trousers البنطار were too big كان كبيران and the sweater was too small والجاكيت كان صغيرا جدا too small never mind لا تقلق قال باسم قال باسم laughing وهو يضحك your suitcase will be here soon حقيبتك سوف تكون هنا بوقت سريع I hope so أتمنى ذلك I said قلت أنا we had to cook the breakfast for the whole camp يجب أن نطهو لإفطار لكل المعسكر Hans and Aziz had to do make the fire Hans وعزيز رح يسوون النار and Paul had to ويجب على Paul make the tea أن يصنع أو يحضر الشاي check had to do the washing up والغسيل على check باسم ووظيفة باسم and bob you are the cooks أنتم الطباخان said road border قال road border scramble eggs for 50 please scramble بيض يعني مخفوق له 50 لي خمسين please هذا عدد كبير what are scramble eggs قال شنو scramble eggs ask باسم سأل باسم خلي نشوف شون كان الجواب read this اقرأ هذا page 23 صفحة 23 said road i he gave باسم a book camping book اعطى باسم كتاب عنوانه يعني cooking camp cooking يعني طهي المخيم don't burn them لا تحركهم said road and went away قال road وذهب الى حال سبيله leave it to me said باسم دحى علي قال باسم i put i put butter into a pan وضعت الزبدة في ال نسميها بالعراك نسميها الطاوة أو المقلاة باسم broke 75 eggs وباسم كسر 75 خمسة وسبعونة بيضة into the pan and في المقلاة and then i added milk وثم اضفت الحليب salt and pepper حليب وسالت اللي هو الملح والفلفل باسم began to cook بدأ باسم بالطبخ the scrambled eggs البيض المخفوق slowly ببط he didn't burn them ولم يحركهم they were delicious perfect كان البيض رائعا طعمه مذاكه طيب شهي delicious وperfect اللي هو تام all other boys were sitting in the dining tent وكل بقية الأولاد كانوا يجلسون في خيمة الطعام waiting for a breakfast ينتظرون الإفطار give me the pan أعطني أعطني البان اللي هي المقلاس said hands قال hands i will carry it over to the table سوف أحملها إلى الطاولة no no i said i will do it قلتوا لا لا أنا سوف أفعلها i was proud of باسم اكس كنت فخورا بي يعني الطبخ باسم اللي طبخن الباسم اكس بيض باسم i picked أنا التقطت i picked up the pan التقطت المقلا and started walking وبدأت بالمشي then it happened وثم حصلت bob look out shouted باسم أبوالعبي شنو الوضعبي هذا ok أبوالعبي i asked i didn't know i didn't know here i didn't know here the answer ولم اسمع الجواب a small ولابي braced through our kitchen جاء هذا الوضعبي اللي هو الكنغر الاسترالي جاء صغير طبعا دخل it hopped قفز it hopped over the fire and knocked over the tea وضرب الشاي then it knocked وضرب me over وطرحني جانبا باسم perfect eggs flew into the air وطارت البيضات الباسم التامة الراعة في الهواء then the pan ومن ثم المقلا landed on the table حطت على الطاولة the eggs landed on the boys واستكرت ونزلت البيض على الأولاد الأولاد i landed in a bush وأنا سقطت في الحشيش العشب i didn't know eggs could fly وهنا يقول ساخرا said one boy قال واحدا من الأولاد لم أعلم إن البيض يمكنه الطيران delicious said another whipping some scrambled eggs from his face وقال طعمه لذيذ قال أحد الأولاد وهو whipping يمسح بعض البيض من على وجه you missed the plate said third boy الولد آخر يعني قال missed the place يعني ما خليتم بالمكان بالمعون الصحيح أوكي كلها عبارات ساخرة everybody laughed والبقية كلهم ضحكوا they weren't angry لم يكونوا غاضبين are you alright asked Basim هل أنت على ما يرام قال Basim yes thanks I said from my bush قلت نعم من عشبي but why me why do these things always happen to me لماذا هذه الأشياء دائما ما تحصل معي هذا كلام bob وهذه الأسئلة اللي سألنا في البداية what do bob and Basim have to do on the first morning ما الذي كان يستوجب عليهم أن يفعلوه في اليوم الأول they have to cook a breakfast for the whole camp كان عليهم أن يطبخوا الإفطار لكل المعسكر والنقطة الثانية how do you make scrambled eggs طبعا هي طريقة put butter in the pan break the eggs add milk salt and pepper يعني أضيف هذه المتكونات لها يعني بيض مخفوق تخليه بالطاوة دهن وتخلي بالطاوة هكذا إحنا العراقيين خليوا بصل رقم ثلاثة what happens to the eggs ما الذي حصل للبيض they flew into the air طارا في الهواء ولم يأكلها الأطفال طبعا هذا التمرين اللي يردت تنحله أكو تمرين بالكتاب يقول عنوانه هذا هذا التمرين شوية بأهمية complete the sentences using the words in the box اللي هو صفحة 31 الكراس offered يعني يعرض borrowed يعني يكترض told يخبر الأفعال ثلاثة في الماضي مثل ما تشوفون bob clothes from other boys bob شقترض يعني استعار الملابس من بقية الأولاد rob bob and bosom to make scramble eggs طلب من bob bosom أن يصنعوا scramble eggs اللي هو he told أخبرهم أن يصنع البيض المخفوق hands طبعا hands offered offered to carry the eggs ولكن bob رفض وبالأخير يعني سوى اللي صار أتمنى كون يعني إن شاء الله الفيديو عجبكم إذا عجبكم الفيديو لا تنسونه باللايك وشير وسبسكرايب للقناة حتى يوصلكم كل جديد إن شاء الله في أمان الله وحفظ موسيقى 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 شكرا